هذا نصب على الكثير من الفنانين بينهم واحد سيد الذي عرفناه وتخلي قلوبنا في السلسلة أو لسيدكم ديال حسن الفد وهو تيباري فكيف نصب على هذه الفنانة وماذا تخلوه للحبس وهذه الفنانة التي لم يأخذين شي حقهم وماذا أخذها وشي تعويض أم لا لا هذه الأسئلة أكثر سنجاوب عليها في هذا الفيديو هذا لا تنسوش لايك سبسكرايب دعوكم في التعليق يلا نبدأ في واحد السلسلة التي اسمتها أو العنوان تركت القلب والذي ترأسها ودار لها السيناريو يعني تحلق الشي تلعب الفتاح الجوادي وهو الذي ترأس هذه السلسلة وهو ليس الفكرة وهذه السيدكم تلفيه كثير من الفنانة بينهم الفنان تيباري والفنانة عزيزة مورودي وآخرون يعني وفنانة عزيزة مورودي ولكن بعد المسالة من هذه السلسلة يعني سالة الطرناج أكملوا أخرجوا على الصمت وقالوا على الفتاح نصب عليهم فرزقهم وإنما وإنما لا يقلوا لا يقلوا لا يقلوا وخرجوا هذه السلسلة الكثير من المتحدث تقولوا فيها لتعرضوا النصب والإحتيال وقالوا الله لا سمحنا فرزقنا ولكن بالفتاح جوادي خرجوا الكثير من المتحدث على رأسه لأنه يكتبوا ونخلصهم وغير يريدون يلوحوا عليه الباطل وقال أيضا بأنه لا يستطيع وقالوا بالفتاح ويقوموا وقالوا وقالوا بأنه يجدد ولكن هذا ما يقلوا يجب أن تفتاح على الفتاح لأنه حسن عزيز لديه وقالوا يعني صحاب صحاب مقربين حسن أستاذ حسن وأستاذ سيح حسن وأستاذ دي من يقول خدمة معه ثلاثة دي الأعمال كوبوي والكوب اللول دي 2018 والكوب الثاني الثالثة دي 2021 فحسن مربي نتخلق باش لعندك الإنسان عندك معه شي خلاف وجدر عليك مثلا أو لطردك حشا حشا لله أنا اشتغلت في الأعمال الوطنية والدولية وزادوا أكد عبدالفتاح الجوادي بأنه خلص تي باري فرزقه وقال بأنه من اللي اعطاه الفلوس ما يكمل ليوم السيتكوم يعني مشا قبل ما يكمل السيتكوم واتطر عبدالفتاح أنه يبتلشي شوية في السيناريو حيثش نشى تي باري وقال بأنه متل معاهم 16 حلقات وباقي تيتسالوا أربعات يال الحلقات وخلصوا في عشرين حلقات واخا باقي تيتسالي أربعات يال الحلقات ولكن رأى هذا الشيء عبدالفتاح اللي تيقولون مماشي أنا وشبدي واحد الكنتراتي يقول بالله هذه اللي تتبت هذا الشيء اللي تنقول ولكن منها انظرتوا صراحة بين اللي تيكذب بحالة مخبي شيء ما تنعرفوهاش حنا وزيد عليها بالله هذه الفناني كاملين لديها السيتكوم اللي متلوف السيتكوم يعني خرجوا وداروا شيكاية ضد هذا السيد هذا يعني رأى تقريبا 12 شهد والقانون رأى ما تنعرفش لك أنك تدافع على راسك بوحدك انفوا يكتروا عليك الشيكاية فرأى القانون ما تنعرفش لك هكا ولا هكا يعني رأى كذب بلطيها معلم وباينة نصب عليها حيث السيد ماشي أول مرة يصبب لها في شيء بلاني يعني رأى سبق لي ودار مناتيف أخرين من بينهم المنتف ديال الذي تشد في المطر محمد الخامس على قبل واحد الشيكاية بدون الرسيد للقيمة له 100.000 درام وزيد عليها من الذي كان في الضيار الفرنسية كان يدير فيديوهات ويسيب فيهم فناني أخرين ويسيب لهم تشير ومن الذي يرجع للمغرب تعرض لكثير الشيكاية من طرف الفنانيين الذي كان يسيب فيهم يعني رأى السيد سوابقه وباقي يزيد فيها وفي واحدة الانترفيو خرج تباريو وضع فيها كيف وقع لهم النصب بالذيطائر وقال بالفنان عبد الفتاح لكي يتلقوا في واحد القهوة على قبل واحد الفير تباريو يتلقوا يعني يقلسوا وتشرح لها عبد الفتاح جوادي وقال له بالذي كان واحد السيدكوم ويجدوه بغيت نمثله عفك بغيتك في واحد الطور فعلا تباريو وفق على العرض وهنا تباريو وضع واحد الو بوان وقال بالله في الأفلام الحسن الفد كان يتقاضى خمساد المليون في عشريان يعني عشريان ولكن في هذا السيدكوم اللعب الفتاح الجوادي كان يتقاضى فيه غير ربعاد المليون العشريان وقال ربعاد المليون مجدوه ولكن تباريو وضع اللعب الفتاح بأنه لا يختم تتكون الكنترا ويزيد عليها هذا السيدكوم هذا الفنانين اللي جلبوا الملابيس يعني الشركات الإنتاج ليس هي اللي جلبت الملابيس وهذا الشيء اللي تأكد باللي عند الفتاح الجوادي نصب على الفلوس ديال الشركات الإنتاج التاومة حتى لا يجلب الملابيس ولا يجلب الضيقة ويزيد عليها وعلى حسب الأقوال الاتباري قال باللي رابع ما كيناش الماكلة في السطرناج غير واحد المرة اللي كانت تتصفيهم بشوية ديال الماكلة وفي السطرناج قال لي التباري رابعيني ما كيناش الماكلة حتى 5 أيام فالناضي هاجهوا بعض glucose حتىaly ب..., لم يكن شابه و فعلاً في الأخير قبل فتح الجودي خرجتني الليل الهاتف و اتباري قال بك قطعة و لديها ولكن من اللي حل تجدها لم تكن يعني لا تكن تاريخ لا تكن الكشي لا تكن تفق عليها يعني الهاتف بحل مظهورة و من اللي قال له التباري أراها هذه الهاتف لم تكن سمعوا سمعوا شانه يقول فجاب لي الكونترا وجاب لي جوج المليون الكونترا بلي قلب تلقيها الكونترا غير قانونية ما فيهاش المتافق عليه ما فيهاش الأيام المتافق عليها ما فيهاش لونطيت ما فيهاتي حاجة فأنا حسيت بأنه ركنشي حاجة ماشي هي هذه قلت له ده بغد اشنو هاد الكونترا ما خدمش من اللي قلت لي بخدمه صفية هو يدور فيه بسبا و بالمعيور صبرني ملتحت تحت الفوق قال لي اشتيج المليون والله انا مكره هتنقلع عليك يعني رأى السيد تعيير فيهم وما خلق ما قال من الكلام الخيب وهذا الشيء رأى ماشيت باري بوحده اللي تيقوله فرأى قالت تحت الف ان انا عزيزة باللي تعرضت تايا الكلام الخيب ورأى الكلام دي لزنقا ماشي شي كلام يعني ماشي شي معايير عادي خلاصة رأى السيد مارس عليهم العنف اللفظين وبغين نصب عليهم اربا كبير هاد الفنانين هجم اللي شافوا السيد مبغاش يخلصوهم مشاو شكوا به في المحكمة وتقريبا هاد شهرين هم مجرجرين في المحاكي ولكن البارح بنت الحقيقة واعتقلوا عد الفتاح جوادي لعكاشا وراقوا معارفين وصراحة الحق دي متيبة وهذا الفنانين هجم دي متيت تعرضوا النصب والاحتيال والذي تخلى هذا العالم دي للسينما في المغرب غير يكون على بال وصافي المهم ما تنسوش لايك سبسكرايب خليولي اراء اللي يكون في التعليق ديروا فولو في فيسبوك طالوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر